السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشباب مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي مختلف تماما على اي فيديو من قبل لان جاي اليوم مشي باش نعطيكم منع صائح وكيفاش تستغلوا العطلة واسرار التفوق في المتحانات ووووو اليوم جاي نحكي لكم على نموذج عملي وقصص ديال تلميذة كنت ذكر العملية فات سردت لي وعودت لي وحكايت لي كيفاش ما كانش عندها مع الفيزيك ومع الجماعيات خاصة لشي ما هي الشباب تنعب بان اغلبكم عندهم مشكيل فالحفظ وكيفاش تغلبات على هاتشي وقص على ذلك في المواد الاخرى ستستبدو منها فيديوات الذراري اللي غاي عطينا شي امور لي ربما ما نكونوش عارفينه شي امور جديدة شي امور مشي السيلاكية بحال فيديوهات السابقة خاصة ننضموك في العطلة خاصة ندير برنامج هاتش كل شي عارفينو خاصة ندير وقت الخدمة ووقت العطلة خاصة ندير تودوليس ديالي خاصة نكسب الاهداف خاصة ننتبع قنوات وندير الابليكاسيون اللي غاي نفعني فقريتي هاتشي كامل سمعتوه عاود سمعتوه عاود سمعتوه اليوم انا جاي نعطيكم قصة ونعطيكم نموذج عملي من استدماعي من عندنا نموذج طالع من تلاميذ ديالنا وانا اللي غاي نحكي لكم لانا انا كنشوفهم تلاميذ كل نهار اشنو كديرو وغاي نعود لكم بالضيطة والاناتية دراري ستستفدو منه بزاف بزاف وكذلك في الفيديو غادي نعطيكم الجديد لان الناس كيسولوا على العرض والسدي معي ويسا لا تسجيل ولا مازال والجديد فيما يخص لانسخيبسيون بعد العطلة يلا شباب نبدو على بركتي لها مباشرة العملي فاتت دراري كنت تذكر في هاد العطلة اللي انتم فيها ديال شهر عشرة للإشار هاد العطلة بعد ذو في الحقيقة هما تقولوا عطلة ولكن هي كتكون فرصة بش بريباري لامتيحانة ديالك وكين بعض التلميدي كيشوفوا من ناحية سلبية ما كيشوواش من ناحية ايجابية لو عمت تشوفها من ناحية سلبية أنت فتخين معي انت بعد أن تعمل الي تين حين لمور هادا وانت ما عندك ش عطلة يعني تögذ بشي في المدرسة افريب ان استمت وتنامت توقي عندك امت�� حانة يعني تبدو كيف توجد وكن عرف بأن trata المواد دروا لكم اامتحانة فبتالي العطلة شوفه من ناحية ايجابية اللي انت أن ينتبقوا في دارك تقعون بعك добрتي تصلي للفجر على راحتك يعني سيكون عندك متسع من الوقت وعندك ارياحية وعندك حرية باش قد يبغيتي لان فريمو الدرال المدراسة قد تأخذ لكم تقريبا ستين ستسبعين في مية من وقتكم فمليكا تجو من المدراسة عاد لي عندو سوايا عاد كادا عاد كادا ففي الغالي ما سيكون عندكم وقت باش تبريبارو خصوصا مع الاسف الاغلبية متلاميذ ما كيديروش الاعداد المبكير للمسيحانات ديارة هذي حقيقة الدرال وعلى بركة الله القصة الشباب كان ذكر وحتى ميدي العملي فاستفتت لي اوديو في واتساب قلت لي يا أستاد ما عنديش مع الفيزيك وما عنديش مع الشي معية جاتني نيشا وبقيت كنسولة تنقول لها شاب انتي شنو مشكي اللي عندك قلت لي يا أستاد الفيزيكة جيني مادة تقيلة ما كان فهماش وهذو كل مفاهيم وذلك يشرح لي أستاد نقدر نشد مها في الحيصة ولكن في الغالي من بعد كان نسى قلت كناظر معها كان ناظر معها واخا انا ما متخصصش في فيزيكة انا سنقرر الماط ولكن في الآخر فهمت بان فريمو طريقة الشرح والطريقة ديال التوصيل اللي قلت كتعاني عنده مشكل في المدراسة يعني فريمو كتاخد المعلومة ولكن ما كتتبتش يعني كأن المعلومة ما كتتصخش في الدماغ وكين المشكلة اخر ما كتحبت ديك المادة بحال الشي معيات مازا غناظر عليها وبقيت كناظر معها في الخارق قلت لي وصدقيت واحد طريقة ونبدأ نديرها ونبدأ ندير بحال تجريبه ونرد عليك وقلت له مرحبا بنتي ومشا تقدر تجريبه شنه هي الطريقة اللي ادارت بحال تكتب فيديوهات قصائرين على الفيزيك قلت كتب أساسية في اليوتيوب كيدروا فيديوهات بحال الشورت قصائرين على الفيزيك تشرح شي مفهم شي نوسيون شي قاعدة شي حاجة فيزيك بعد ذلك لقيت رأسها بحال يقول لتك شي يعدوها بحال يقول لتك شي يتفهمه بحال يقول لتك شي ترسخ عنده في الدين رجعت عندي من بعد قلت لي يا استدك شي اللي كان عندي من بعد وكانت يجيني تقيل ره ما بقاش كيف مما كان على الاقل ولتك شي شوية ونرد عليك نقلب على فيديوهات ديه الفيزيك وهذه تجريبات دراري او هذه القصة لقيت بانه سبحان الله قدوة دياله بحالة نقل نقلقه مدكت درائت قتر انتما تستفت منه لماذا؟ ممكن أن تكون فيديوهات القصيرة أو هذه النوع من التعاطي أو نوع من التجربة في هذه النوع من القصص يقدر لا يلاقش لك أنت يقدر يلاق لك أنت حواج أخرين ولكن أنا جاءت من قصة القصة لأن أرقيت فعلا بأن التلاميذ بعد ما يأتي من المدرسة رأى فرايم ولا كانت شي معلوم ما يشدوها كوميلفو رأى يشدوها خارج المدرسة وهذه الأغلبية فبتالي هذه القصة هذه التلميذة ربما ستكرر هذه المادة الفيزية الآن تبدلت النظرات هذه الآن أريد أن تبحث عن الفيزيك تقلب على التمارين الفيزيك وتعمل لأن أريد أن تبغير المفاهيم الفيزيك الكهرباء والضاء وقلت على ذلك الشيء في بطريقة الموال نتمكن من فعلة وفي نفس الأمر في مادات الاجتماعيات خدرت معي وستد مادات الاجتماعيات لا نكتب عليك مادة مميلة ومادة فيها الحفظ بثاف مادة السرد التاريخي والقصص التاريخية والأحداث لا أصدقى عقلي على وارو فرامو الدرال لا أكتبت لها في مادات الاجتماعيات لأني لا أفهم وارو الشماعيات وانا كنت أميدي صراحة كنت أعيش بحال هذا الشيء الذي تتقولونتو معي وقالت لي يا أستد غن ندير واحد لمحاولك لما سيقوم بإمكانك قلت لي يا أستد غن نبقى نعتمد على الخرائط الدينية وغن نبقى نرسم دوك الأحداث اللي كان نقرأه في كل درس وغن نحاول أنني نبدل طريقة دياري وغن نبقى نتفرج في أفلام وتعقيلتي هدروا متاع للحرب العالمية هدروا على شيء مواضح عندهم علاقة بالتاريخ وفعلا مشادرت هات شيء وداز واحد الوقت رجعت عندي وقلت لي يا أستد نقاش بأن هذه الطريقة حسنة من المدرسة لأن هذه الطريقة أحببتني شي شوية في دوك المواضيع ديار الشيماعيات دراري هذا الشيء اللي سنقول لكم راه واقع راه بوتيتر انتو معد شي ما يليقش لكم ولكن راه ممكن يليق لكم ولما لاقش لكم في شي حويزات يقدر يليق لكم في حويزات شخرين درائي باش ما نطولش عليكم وما نطولش عليكم الدراري في هذه القصة أرى اليادة بندوس لكم الواحد النموذج الآن كينف أستادي معي الآن فضل اللحظة اللي كنتكلم معكم الدرائي بالتاريخ دياله الفيديو راه بدينا واحد تحدي مع الشباب في إطار المسابقة كسعرفوا بأن في أستادي معي احنا كعدنا جوج براميش كين برنامج أساسي ديال الخدمة في الماط وكين برنامج تاني اللي هو موتيفاسيون اللي هو بونيوس من عدنا كنديروه اللي هو تطوع احنا كنزيدوه هاد المسابقة ديال الطوب ديسير اللي معروفة في المغرب كامل هاد المسابقة طورنا هاد العاب اللي كان خدمه على شكل فرق دي زيكيب اللي زيكيب اللي كانين باسمتهم البرومات كان برومات واحد برومات جوج برومات ثلاثة برومات ربعة برومات خمسة برومات الساق وانت غاد كل ايكيب تتكون فيها عشرة ديال التلاميذة او عشرة ديال التلاميذة هادك اللي كيب لان مبقوش فقط كان شجعوا مع المسابقة تندير معهم جوجل ميت عندهم دي زوبسيون بحل باك ديكيب تشالنج ديكيب كان عطاهم دي تشالنج يعني ما عندهم شهاد ليزوبسيون وادو لا عطاهم واحد لوبسيو اسمتها بارتاج ديكيب شنيت بارتاج ديكيب هما بعضياتهم في الفرق تتنافسوا تبارتاجوا بعضياتهم جميع المواد مشيخة في الماط في الاسفتة في الفيزيك تتعاونوا وقدروا تحت ديت بعضياتهم الآن مثلا تيخدموا لسيري كل فرقات تقول وصلنا لعشرات السيريات 15 سيريات عشين سي طلعوا النيفو انا اخر حاجة قبل ما نصور الفيديو رقيت واحد ليكيب قالوا بانهم غايديروا جوجل مت بعضياتهم وغيراجعوا الاسفتة بعضياتهم تخيل فين وصلنا نموذج الآن مثالي نموذج رائح رقم واحد في المغرب ما بقيناش كان نضرو فقط على المسابقة تحفيز في الماط الشباب مشاو وباغين يتعاونوا في كل شي والشي اللي نقول لكم راه فريمو والله العائل العظيم بما تحميل كلمة من معنى ونتاول دي العزيز لا بغيت تلتحق بينه وتانت تستفيد من المسابقة ودخل لها مرحبا بك غيره هو مش اللي كيتسجل كيدخول مباشرة لا تكون عندك البرنامج الأول البرنامج الأساسي تكون عندك الثنين والخميس كان عندك الاساسي ديالك الدراس والثمانين امتيحانات فم ننظمين كون دي سوبجيكتيف مقادين بالفيديوات تكشيم ذات عيام هذا الشي كان اعطي لك الثنين وكان اعطي لك الخميس وثلاثة الجمعة كان اعطي لك تصح ما كان نصحش اوديو كان نصح فيديو بصبورة بطريقة علمية ومركزة هذا البرنامج الأساسي وزيد عليها الاعداد الامتيحانات مش يكون عندك امتيحان تتخبرني كان اعطي لك زيك 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 ما تخدمهم وكان نوض نصحو ملك عاو تاني فيديوات وكان نصحو ملك هذا اول برنامج الأساسي بجي تدخل المسابقة جوج معايا اما تجيب نقطة زوينة في المتيحان لما ديالك القاسم تجيبها كنشوف ولي امر ديالك كندخلك البرو والمعيار التاني كنغفلك في الواتساب مره مره كندخل عن دريف الواتساب كنبقى نسوله 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 كندخل معك وللقيته ضابط كيف انا بغي كندخلو اللي كيب وللقيته مضابش كنعطي اي نضار لول اي نضار تاني كنتواصل معه اول امور عندنا شوف عندنا اوك وعندنا اوك وعندنا اوك باش نشيكو منيشا فرايموت دلالي هاد الفيديو هيدا راح طايتكم شوفوا الشباب راح محكيت لكم هاد النموذج ديرونا ما ديش ادريب عضياتكم النموذج الثاني كنتكلم عن العمل الجماعي مثل نقول لكم عندنا ديش اي كيب في المغرب فيها تلاميذ مؤسس ديماء ويخدمو على شكل فعرق ويتتعاونو ماشي غير فلمات يتعاونو حتى في مواد اخرين صنعون توما نموذج ديالكم تقطرون توما في نفس القاسم يتجمعوا عشرة ديال تلاميذ ويديرو اي كيب ديالهم ويخدمو ويبارطاجو ويتتعاونو ويكونو هاو كيدو حضارا النبي صلى الله عليه وسلم و الدين ديالنا دريرة يعلمنا العمل جامع الله عزوج تقول وتعاونو هذا هو التعاون تعاونو على البر والتقوى ولا تعاونو على الاتم والعدوان علش حنا ما نكونوش بحالك علش ما نتعاونوش فرامو الدراري هادشي وهادشي في الاشارة احنا دينو عشاك الموسابقة يعني انتم ما تقدروا تدروا تحديث بعضياتكم تقدروا تدروا منافسة بعضياتكم بس انتم ما يجيكش هي الملال وما تحش براسك ذاك شيلي تسقرع تقيل تنافس مع أخوتك طلع عن نيف وغا تستفد بزاف فهمتش نو بغيت نقول لك نطول شا لكم مره نيتو فرا مو تيفي باش نوصل لكم هادشي حاجة دريق من ختم الفيديو من الناس اللي يسولوا على التسجيل راه سهلة فهذا اللحظة اللي كانت صور لكم هذا الفيديو بالنسبة لهم 10 اكتوبر سهلة تسجيل ان شاء الله غنسانفو بتداء نحق الودي على التاريخ 1 نوانبير 2014 غنسانفو تسجيل بالنسبة لفوج رقم 3 حاجة دريق أتمن لكم تتوفيق والنجاح في المتحانات ديالكم